قدم وزير العدل حفظه الأختام عبد الرشيد طبي الذي قدم عرضاً مفصلاً عن ستة مشاريع قوانين أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برئاسة محمد عزيز رئيش اللجنة وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان باسمع زوار وخلال عرضه لمشروع القانون المتضمن الموافق على الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات قال وزير العدل أن هذا الأمر يشكل إطاراً قانونياً يضبط وينظم الحياة السياسية من خلال تحديد المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بنظام الانتخابات وفق قواعد تتكز على أخلاقة الحياة السياسية واستعادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية التي تعبر عن إرادة الشعب كما يندرج المشروع في إطار الإصلاحات السياسية التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية بهدف التأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد حين أكد رئيسه اللجنة الأهمية التي يكتسيها قطاع العدالة ودعا إلى ضرورة المضي في الإصلاحات التي بادرت بها الدولة الجزائرية لتكييف المنظومة القانونية مع المستجدات كلما اقتضت الضرورة